أعلنت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلن أن البنك المركزي الأمريكي ينوي تجديد سياسته النقدية تدريجيا في الأشهر المقبلة وجاءت تصريحات ييلن في مقابلة صحفية في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرارا بشأن الفائدة الأمريكية الشهر المقبل وتتوقع رئيسة الاحتياط الفيدرالي أن يواصل الاقتصاد وسوق العمل تحسنه وأن يرتفع التضخم من جديد ليبلغ المستوى الذي حدده البنك هدفا وهو 2% وأضافت أنه في هذه الأجواء من المناسب أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا وبحضر معاملات الفائدة كل يوم بيوم